يوم دام في عدن التي تنازعها الخصوم وتركوها عرضة للقاتل المسير حدثتان يا نيمتان هزتان مدينة ليتوزع الوجع على جغرافيا اليمن الكبير احدهما استهدفت عرضا لقوات الحزام الامني في معسكر الجلاء غربي مدينة البريقة بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة المسيرة العملية التي اعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عنها اسفرت عن العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الجنود والقيادات العسكرية بينهم القيادي في قوات الحزام الامني المدعومة من الامارات منير اليافعي المعروف باب اليمامة قبل ذلك بنحو ساعتين كان قد وقع انفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى شرطة مدينة الشيخ عثمان موقعة قتلى وعدد من الجرحة خمس سنوات مضت لم تزل عن عدر ركام الحرب ولم تنهي العزاء في من قتلت ميليشيا الحوثي لحظة سيطرتها على معظم المدينة او تحتفي بنصر التحرير اسوأ من ذلك تركت عدن نهبا لميليشيات عثت فيها فوضى وتركتها بتحرير مسلوب القيمة وجعلت منها نموذجا لكل سيء من المسؤول عن تأمين ما يفترض انها العاصمة المؤقتة للبلاد سؤال تفرضه اللحظة الحرجة التي تعيشها هذه المدينة المنقسمة على اكثر من طرف الجيش والامن التابعا للحكومة والقوات الموالية للامارات والتي تحكم قبضتها على المدينة فعليا يضاف الى كل ذلك التحالف بقواته وسلطته تتعدد الاسماء والاشكال ولكن ذلك لم يغني عن عدن وسكانها شيئا عقب اعلانها انسحابا جزئيا من اليمن تحدثت ابو ضبي عن تسعين الف جندي يملؤون الفراغ ولكن هؤلاء الجنود اصبحوا فجأة هم الضحية فهل تعمدت الامارات كشف ظهر حلفائها؟ خمس سنوات وميليشيا الحوثي لا تزال قادرة على استهداف العمق في عاصمة الشرعية المؤقتة وهو ما من شأنه اعادة النقاش الى نقطة الصفر ما هي مكاسب الشرعية بعد كل هذه الحرب اذا كانت غير قادرة على تأمين عاصمتها